بمليون واكثر قد يباع في العراق كبد او يشترى قلب عينان واكثر وتذرف الدمعتان ليس على ما بيع او حرق او قتل انما على حرب السرقات تلك التي تغزو اجساد الفقراء ولو بعد موتهم وبعنوان متصدر الاتجار بالبشر سيد الموقف يختر قضايا انتهاك البشرية المرفوضة بحكم قانون سنة في البلاد والمذيل بنقم احد عشر سنة الفين وستة عشر والذي يقضي بتنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية للمرضى فيكسر القانون على ايدي خفية تحركها سماسرة الاتجار بالبشر مستغلين الضحف الضعيف وفقر الفقير وعن هذا في العراق فحدث ولا حرج حيث هنا البيئة الخصبة لارض الفقر رغم كنوز نفطها وما ذلك الى جزء من كارثة اكبر والتفاصيل الاكثر خطورة لتقرير تحقيقي كشفته وكالة الانباء العراقية وهو صعوبة الابلاغ عن تلك العصابات نتيجة سرية التامة التي تغلف عملية نقل شخص من بلد الى اخر ناهيك عن عمليات تزوير تحت ذريعة التبرع لاجل تحقيق بيع الاعضاء البشرية الجريمة المخفية في الظلام بدأت تنتشر بصورة اكبر بعد ان سلك المتاجرون بالاعضاء منصة التواصل الاجتماعي لاغراء الفقراء وتحويلهم سلعة سهلة بين ايديهم ما يدق جرس الانذار لايجاد خطط امنية تراقب العالم الافتراضي كما تراقب الواقع الملموس من عمليات يكشف عنها بين الفترة والاخرى وتنفيذ العقوبة الاقصى بحق الجاني منعا لخسارات في الارواح والارساد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة